أهلاً 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 لا أهلاً بجد بقى جداً أوي خالص لأنه لازم نبتدي منين الحكاية الحكاية بتاعة العاصمة بالمناسبة أقولك ليه أنا النهاردة من الصبح بادر جداً كنت في العاصمة الإدارية الجديدة وبعدين أنا من وقت للتاني فعلاً مش هزانة بعمل كده بخطف رجلي أروح أبص على العاصمة يعني نحس إنها بتاعتي بصا هي بالمناسبة هي حاجة بتاعتنا كلنا يعني مدينتنا عاصمتنا الإدارية بتاعتنا ملك المصريين استثمارات المصريين فلوس المصريين عوائد لأجل المصريين يعني بص عليها بهذا المنطلق لأنه هي دي الحقيقة وده الواقع فالمهم أنا روحت أشوف أملاكي في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلم بأمانة والله ودون هزار فبروح أتفرج ما هو ده إنجاز جوه بلدي مدينة كبيرة عاصمة إدارية جديدة جوه بلدنا فبروح أتفرج من وقت للتاني طيب بعد ما بتتفرج يا يوسف عملياً هو التغييق مش التغيير التحديث والتطوير وسرعيته في العاصمة مخيفة مزهلة يعني أنا داخل ببص لسه عند البابة الكبيرة الحلوة دي فأنا داخل بقى عمال أبص ألاقي البرج الأيقوني وأبراج حواليها وبعدين تمشي وتلاقي المسجد على شمالك وتلاقي الكاتدراء إيه على يمينك وتكمل وحاجات زي كده طيب يلا بينا نطلع نبص على المبنى بتاع مجلس النواب طيب يلا بينا نطلع نبص على المباني بتاعة الحي الحكومي والوزارات وبالمناسبة هو تقريبا على حد تصوري باللي أنا شفته بعيني كل الوزارات رحت هناك أنا فضلت قاعد عمال بلف جوه العاصمة لحد الموعيد بتاعة خروج الموظفين في الحكومة هناك لأ هي بتشغي بشر ما شاء الله جدا ومشترك لهم في بسات ودي وبسات تجيب بيه حاجة عظيمة جدا وبعدين قاعد عمالة بوقت طبعا أنا أحب الأكل قد يعني أي حد في الدنيا طيب محتاج يأكل يعني وبعدين قلت طيب إحنا مثلا لو جينا المجلس النواب نقل على هناك طب مش يعني هنجيب أكلنا معنا نحطه في شنطة العربية وبتاع ولا هنعتمد على البوفي بتاع المجلس طب أفرد نفسي في أكلة معينة فلقيت مكان كبير مبنى مخم مهول مستثمر يعني ملك ناس مستثمرين وعملين في صيدليات ومحلت ومطاعم وحاجات وحدوتة فهنا بدأت أشوف أنه هي العاصمة بالفعل مش ها هي بالفعل بدأت تنبض بالحياة طالما بقى فيها رجل وهنا الرجل بتاعة الحكومة يعني إخوتنا وزملائنا وأصدقائنا وأهلينا الموظفين اللي موجودين هناك خلاص كده بقى فيه رجل بقى فيه رجل يعني تبدأ الناس تتشجع أكتر أنه ده هياخد محلات وده هيعمل كذا والناس هناك بعد كده تبدأ تفكر أنا هاخدك وفكر معاك بصوت عالي على كل من لم يتقدم بجرأة وشجاعة للشراء في العالمين الجديدة النهاردة بيندم بيندم لفرق السعر خلاص ده لو نفسك في حاجة مثلا من الحاجات الحلوة للعالبحر دي زمان كان حمادة دلوقتي حمادة تاني خالص الأسعار في حتة تانية ده لو أنت نفسك في العالبحر طب نفسي في الصف تاني طب التالت ما وخلي بالك الأسعار بتزيد إلا الإسكان والمساكن والبيوت والعمارات اللي بالمناسبة تصورناها تقريبا من سنة حلوة حلوة يعني بعد الإسكان الاجتماعي دي أسعارها مهودة الأسعار اللي قدام أسعار الشياكة طيب الله مش لو كنا من سبع تمن سنين آيسنا وحجزنا وتتتتا بالتقصيد كان زمان عندنا شقة على البحر ليه أمل حياتي يعني ما يوزد أمل حياتي أنا وأهلي طول عمرنا يعني في شقة على البحر نفسي فالمهم إيه كان زمان في شقة على البحر وجميلة ومطلة على البحر الأبيض المتوسط ودرجات اللونية المتعددة أربع درجات قدام عينك حاجة تفرح أنا بقولك ده تاني علشان العاصمة الحق حتى كنا عاديين بنتكلم أنا وأصدقائي اللي كانوا معايا النهاردة كنا رحيين شهلة كده عامين بنتفرق أملاكنا بقى إحنا أحرار يا جماعة أتماشى في وسط أملاكي إيه المهم؟ والله بتكلم بأمانة أنا بتكلم بجد ده إحساسي الداخلي ده وسط أملاكي اللي هو إيه يا فرحة قلبي بإنه ده موجود عندنا يا فرحة قلبي بإنه دي العاصمة الإدارية بتاعت بلدنا بتاعت بلدنا يعني بتاعتنا وإنت بهم عندين بنتكلم وإيه ده وشفت وبسرعة وإيه الحق ده مش عايف يا عماري طول ما جمعها هو اللي مش هي الحق دلوقتي هتبقى عنده مشكلة ثم إنه اللي تبنى ما يكملش ربع يعني كل الهلومة اللي انت شايفها دي أقل من 25% من إجمالي المساحة بتاعت العاصمة أنا أتذكر لما فخامة الرئيس شرفنا بمكالمة معنا في هذا البرنامج من ضمن المكالمات الثلاث اللهم مجعلهم 10 أو 20 و 30 المهم إنه في حتى كنا مرة بنتكلم على العاصمة الإدارية فقال إحنا في حتى قلت له يا فندم يعني اللي تبنى ده قال لا لسه اللي لسه ما تبناش أكتر بكتير فقلت له طيب ليه قال ما إحنا مش هنعيد اللي تعمل زمان إحنا بنشتغل لمية سنة مش لعشر سنين ولا عشرين ولا تلاتين ولا أربعين إحنا بنشتغل لمية سنة لأنه في أجيال هتيجي بعدين مش عايزينها تبقى بتحسبنا الأجيال اللي هتيجي بعدين هتبقى شايفة إن إحنا بصينا على المستقبل بتاع الأولاد والأحفاد وأولاد الأحفاد وأحفاد الأحفاد وما إلا زلك الجيل بالمناسبة يقص أحيان بالعشر سنوات ما انتهينا بتتكلم على عشر أجيال لقدام إحنا مش هنبقى موجودين ساعت هتبقى كل إجمال المساحة دي في يوم من الأيام مليان ارجع بقى بزهنك 12-13-14 سنة فاته متر العاصمة دي الأرض دي كانت تساوي كام تساوي عندنا كتير إحنا مصر أرضنا بلدنا طرابنا ده يساوي مال الدنيا حلو لكن القيم السوقية الشغل البزنس الفلوسي حبيبي لو أنت كنت خدت بعضك وماشي مسع على طريق عين السخنة وواحد قال لك إيه بص ده في حتة أرض هنا صوته يخلص تخد لك فيها عشر فددين أنت مش هتسأله بكي ما تقوله لأ طبعا يا عم ده المتر المتر وقتها ما كانش بساوي فلوس 2-3 جنيه يعني ده يوم ما كان يتقيم بكده وما كانش متقيم ولا في التخطيط ولا في البل ولا في المحد أصلا طبعا كنت هتقول لأ وكانت الجملة اللي تقال كده ده لو ببلاش مش هروح أنا إيه اللي يوديني الصحراء الصحراء دي اتحولت لهذه المدينة العظيمة يعني يا سلم سلم لو عندنا بس أي فوترش كده نعرضه قبل ما نتكلم على قانون الاستثمار لأنه الأمور مرتبطة ببعض العاصمة واحدة من أهم الاستثمارات اللي عملتها مصر مش الاستثمار بتاع إن أنا طورت المكان وغيرته وقلبته رأسا على العقب وتحول إلى واحدة من أحدث المدن بإذن ربنا سبحانه وتعالى في العالم لا في العالم بالمناسبة مش في الشرق الأوسط لا المسألة أكبر من كده أنت كمان بتستثمر في الإنسان الإنسان اللي وهو بيشتغل يصبح لديه جو مناخ مختلف للعمل الإنسان اللي عايش جوه ومناخ مختلف للمعيشة الإنسان اللي بيتعلم جوه ومناخ مختلف أنت قدام الناس عندما تستضيف السفراء والوزراء والوجهاء والحكومات والرؤساء والأمراء والملوك في العاصمة الجديدة لما تيجي اجتماعات برلمانية تجيب ناس من البرلمانات بتوع بلاد برة ويخشوا في البرلمان بتاعنا ويعودوا ويشوفوا اللي بيجرى هنا هو بيشوف حجم الحراك السريع اللي حصل في مصر فالمسألة مش بس أنه المتر أبو جنيه ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة بقى بألوفات دلوقتي ألوفات بالمعنى الحارفي لكلمة ألوفات ألوفات كتير قوي هنا بنتكلم على استثمار بقى اللي احنا عايزين نتكلم على استثمار لوا فلوس بيزنس راحة وجاية لأ دا انت تاخد بعضك وروح على العاصمة بسرعة أنا بكلمك والله العظيم والله العظيم بأمانة شديدة المشهد اللي انا شفته النهاردة ما شاء الله ما شاء الله لأ هي حاجة تفرح القلب الحزين مش القلب العادي الحزين حاجة تفرح شغل وناس وبشر مباني تجنن تجنن الوزارات اللي هناك حاجة تفرح التصميم المعماري الخارجي تشتباط اللي جوة شكل الناس يا عم بتشتغل بطريقة مختلفة حياة تانية دنيا تانية يا رجل انت لما بتغير بيتكم ان شاء قطين وصالة لثلاثة وصالة بتحس ان انت امتلكت العالم واللي فيه وما لم يبقى فيه عندك عاصمة ادارية جديدة بهذا الشكل وبهذا التطور وبهذا الاستعداد التكنولوجي وحاجة تانية